صباح الخير او مساء الخير يا برج العقرب. اه القراءة المعرضة للاعاطفة المعرضين بالطاقة العنية. اه برج العقرب انت تقريبا كده زعلان مع الشريك ممكن. اه كما تشايف كده. اه مقدم لك اه حد مقدم لك عموما يعني عرض ممكن يكون عنده خط جديد او عرض مصلحة. ولكن انت زعلان اوي 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 واعد تحت الشجرة وبتشكهمت للكبات. مش عارف انت تجننت ولا ايه برج العرب. اه برج العرب على فكرة برج يعني هو صحيح لدعيته والقبر ولكن اه والله حساس جدا 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 جدا. بيحب اوي اللي بيحبه ايه. المهم ان انت زعلان اوي وده كرت والله بيشوفها لان برج العرب انه عني ده اوي. متمسك برأي ورأي ورأي. فحد مقدم لك عرض وانت مش شايفه اصلا. ومش شايف حاجة عموما وعموما بتدور على كباية فرضية هنا. اه صوري كباية مش موجودة. وفيه عرض تاني جاي لك ولكن انت مش عايز تقري. اه برضو هنا نفس الكرت برضو. اه حد مقدم لك حاجة. حد مقدم لك ممكن يكون دي تقتك ودي تقت الشريك. هو مقدم لك عرض ممكن يكون عنده حب. بالزبط. وفيه عدالة في الموضوع. عايز يعمل عدل في الموضوع. او يرجع العلاقة مرة تانية. ولكن انت اه تعبان قوي وبتقوله امشي بقى وكفاية بقى. كفاية كده عمر اللي راح. وعمل تسمع تسمع برضو ثمان عشور. ومجيت على كرامة كتير بقى والحالة العصرية بتجتمع. طب مشاهل الشريك ايه? عادة ده. امم. ده انت مش هيل منه او يا برج العرب. مش هيل منه. الشكل كده عمل فيك حركة مش حلوة. ممكن تكون اكتشفت ان فيه طرف ثالث في العلاقة. اه ومش طرف ثالث. ان يكون فيه تلات سيوف كده ممكن تكون خيانة او مرضو مش خير. بيكلم حد. بيعرف بنات. كده يعني. بتعرف اولاد. اش هتمشي على الشخصية يعني. او اكتشفت ان فيه حد بيكلم حد وفلس. طيب. اه برج العقرب. اه شريك ما شعره حلوة قوي. وبيحبك. وامم شايفك انت الصلمية بتاعه. وشايفك انت اللي هتحقق له الحاجة الحلوة اللي في حياته. ومش شايف اي مشاكل في العلاقة اصلا. هو اه مازال بيحمل ليك المشاعر الطيبة الجميلة. واعتقد ان هو فعلا مقدم لك عرض مصالحة. لان انت قلبك مجروح قوي منهم. وبيقول لك نتيجي بقى ان رجع المال ما جريها بقى برج العرب. وهو عارف ان انت عنيد عموما يعني متمسك برأيك بس هو مازال بيحمل ليك المشاعر. لو بتتعامل مع حده من برج الاسد. ممكن. او برج مائي برضو زيك. او هوائي. اه مائي برضو هنا تعمل. طيب. اه انت بقى يا برج العقرب. اه قلبك مجروحة قوي 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 قوي. واندمان على العلاقة ككل. واندمان بقى على اي حاجة حصلت. اه يعني لو كنت اه بتديره لو كان محتاج منديل وديته منديل كده في يوم الايام. انت ندمان على المنديل ده. وبرج العرب اصلا من الابراد. انا امر في العرب. انا يعني لو قلت راحي ازايك باندم. باندم والله لكنت ازاي جديد. سوابعي تابت في الكتابة باندم على العقس. وبعده وكتب ازاي كده انا ندمان. فانت ندمان قوي وعندك حصة جديدة قوي من العلاقة. وشايف ان هي علاقة فشلة. وانت ما يعني يولك ما ما خرجتش الا با يعني لا تبطي بلح مش عارفة بلح اليمن ولا يعني بالشنطة قبيبا لما سترتبه صحة. اه فيعني الكرتين مش شبه بعض خالص. هو شايفك ان انت بداعه لانه مقدم لك عرض تانا اهو. لما انت مسك بيك قوي يا برج العرب. ده مش صعيب. مش هيسيبك اصلا. ده راجع وتقريبا دي ناسة تقايع. مش مش بيهزر معك. لانه هو اهو بص حتى الكروب جيه ورا بعضا. اهو. معني ما ما خدش كرت رابع بس هي جات زيها. اه عايز يعمل اه عدل هو تقيبا حاس انه هو بوز الدنيا. اه في خناقة حصلت بينك واللحاجة. او او شاعر بانه فعلا 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 اه اه عمل حاجة انت اكتشفت ان هو بيكلم حد عليك او وصل لك اقبال ان هو بيكلم حد عليك. واه وست العلاقة. وقلت له شكرا اوي على كده. ومشيت فهو راجع بقى يقولك لا اما تسجنيش. والله انا من غيرك والاسوى. والكلام ده بقى اكتب ده. ودعالة وابس انت زعلان منه اوي اوي اوي. ومتقلم منه اوي اوي. لكن هو شايفك ان انت السلمي بيكعمل. واه نفس الكوباية. واه يعني نفس الكوباية لي لانه فعلا انت كنت مديله حب جامد اوي. اوي. ومديله مشاعر طيبة وهو كان بيديلك برده. او ممكن يكون مش بيديلك لان انت مشيت. مشيت وسيبته. بس اه بس اه بس اه بس اه هو شايف ان انت كنت بتديله وكان بيديلك نفس الحاجة يعني. طب هو شايفك ازاي برج العرب. هو شايفك ان انت اه شخصا عنيد. ومتمسك برأيك اوي. ومتكبر كمان. وهو شايفك كده بقى عشان ما تقولت حاجة. بس هو صح يعني انت فعلا متبسك برأيك اوي. وتقريبا اه عايز تدسل قدام وتسيبه. واديت له ضهرك. وابسس له قدام وسايبه خالص. وخلاص بقى. لو انا مش عايز منك حاجة وانا استقر للواحدي. وهبقى الواحدي وسيدني في حالي بقى. ده سمحت. اللي انت فعلا رفض العرض بتاعه. رفض عرض المسالحة. طيب اه انت شايفه ازاي. انت شايفه لو بتتعمل مع برج الاسب طبعا. انت شايفه شخص اه اعتقد يا برج العرب هو شخص اه برضو برضو في صفة اللي عند. وشخص متحكم اوي. ممكن يكون اه كان بيخنوقك في العلاقة. وكان مسك عليك اوي. اه وشخص اه بيحب يتحكم في اللي قدام. بالمعنى التاني يعني. اه بيحب يتحكم اوي في الشخص اللي معاني. اه متحكم اوي. شايفه متحكم اوي 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 اوي. وممكن كمان اه تكون شايفه ان هو اه مدكش للمشاعر اللي انت تستحقها. يعني انت كنت بتديله مشاعر وهو كان بيديلك نص مسلا. حاجة. تديله مسلا ان اه تكلمه اه مردين في تلات مرات في اليوم هو لما يجي لما تيجي انت تنتظر المكلمة منه وما يكلماش. او انت اللي كنت بتبدأ قبل. شايفه ان هو شخص متحكم. وشخص اه اه بيقافل اوي 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 على نفسه. مش قافل على نفسه يعني منعزل. لا بيقافل اوي على حكة ان هو ما يديش لحد مشاعر. قافل على مشاعر اوي. او متحكم فيك اوي اوي اوي. تحكم. مهم ان هو شخص متحكم وعنيد. وبيحكم رأيه. وغيور. ممكن يكون غيور كمان كمجديرة عليك اوي اوي اوي. شاف ان هي يعني علاقة فيها تحكمات كتير اوي. لان انت مجروح عالبك اوي منه. اوي يعني. وفي حصرة وندم بيه. ولكن هو ما. يعني انا حاس ان هو مغيب او حاجة زي كده. لانه يعني. عارف انت لما تافل معاه تقول له يمشي من هنا ايلا. ومتجيش هنا تاني. يقول لك لا انا. والله ما اسيبك يا انا بحبك. اه. نقول برج العرب بيتحكي عن نفسه برضو ساعات ويقول ايه. يقول لا انا همشي من علاقة هو داع. هقول لك بقى برج العرب هو عايز يعمل ايه. هو راجع. لو انتو بتتكلمه مع بعض وما فيش فرق ولا حاجة. واعتقد هو ما فيش فرق. هو عمال يكلمك دلوقتي. او هيكلمك. وممكن يكون دي تاني عرض يقدمه او طالة عرضي كمان. او بيزن عليك. لانه زنان اوي. زنان وما بيبيقس على كده. ما بيبيقس. شخص ما بيبيقس. اه. اه. كل ما هتجي تقول له. انت جرحتني. واضطعت في قلبي. وتريبتل معك قوي يروح مدافع عن نفسه بقى. اه. يدافع عن نفسه. ويقول لك لا والله ده انا بحبك اهو. استنى بس استنى بس انت رايح فين. خد بس ما اقول لك انا ده انا بحبك. او انا انا غيور او انا متحكم او انا مش عايزك تكلمي حد غيري او او انا مش عايزك تكلم حد غيري. وبتاع ولكن انا بحبك. اه او انا بحبك عموما يا عشان ما بتقول. لا دول بنتميزها اه. يعني اه. هو شخص باقي عليك قوي يا برج العرب قوي. ومش ناوي لا. مش ناوي مش ناوي مش خاص. وشايفك انت الحاجة الحلوة اللي معي يعني. انت باقي ناوي على ايه? انت ناوي توازن. ناوي توازن عموما. سواء لو كنت هترجع في العلاقة دي مرة تانية. انت ناوي توازن بين عقلك وقلبك. لان الظهر يا برج العرب ان انت اا اا اديته كتير قوي. قوي. واديته اكتر ما هو اديك. فلزلك ان جرحت. وحسيت بعدم تأدير في العلاقة دي. بالزبط كده. عشان كده انت عايز تعمل توازن. انت بدل ما كنت تديله العشر كبات مثلا هتبدأ تديله مقابل كل كباية. هو يدالك انا هدي كباية. هتكلمني اه 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 ا لا طبعاً يعني ما الخيانة هتبقاش بصوت الخيانة ولكن هتناوي انت تعمل توازن تاني في العلاقة دي يا برج العرب وتقول له زي ما انا بديك انا كمان هاخد ومش هسكت المرة دي طيب هو شايف العلاقة ازاي؟ هو بصراحة يعني العلاقة حلوة وظار انه هو خلاف عالحدات فعلا يعني بسيطة مش حدا صعب يعني إلا لو كانت فعلا انت اكتشفت طرف ثالث في العلاقة ولكن لو اكتشفت طرف ثالث فاعرف ان الطرف الثالث ده طرف وهمي بيتسلى دي انا حاسة ان هو شخص زي ما قلتلك شخص متحكم وشايف نفسه شوية ممكن يكون بيشتغل حاجة مثلا مشهورة على السوشيال ميديا او مشهور نوعاً ما وشايف نفسه وبيحب يتكلم ناس كتير قوي بس في الاخر انت 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 اللي في باله على فكرة يعني سواء بيكلم انت لو اكتشفت انه بيكلم بنات غيرك والحاجة بس انت برضو انت رقم واحدة عنه باو شايف العلاقة ازاي وشايفها علاقة جميلة قوي وعلاقة فيها ذكريات كتير اظهر ان انتوا فعلاً بقالكم كتير فترة مع بعض وفيها ذكريات حلوة قوي وكل ما بيبعد ما يقدرش يبعد ما يقدرش يبعد ما يقدرش يبعد عنك لو برج اسد فهو مش هيقدر يبعد عنك برج الاسد عموماً لما بيحبه ما بيسبش فهو شايف ان هو ما يقدرش يبعد عنك انت الشخص المناسب ليه الشخص اللي بيحسسه بالضبط كده شخص اللي بيحسسه بانه هو طفل طفل بيتعامل بطبيعته معاك بيحس بالحنان في العلاقة دي انت كنت حنون عليه قوي يا برج العقل وديته ومشاعر جميلة قوي 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 حسيته الحساس ده خلت العلاقة بالنسباله زي الجنة مليانة كوبات فيها ورد مش كوبات فاضية دي فيها ورود وفيها مشاعر العلاقة دي مليانة مشاعر عشان كده هو حسس بان انت انت السلمي البتاعه انت الطرف الحلو اللي فيه عارف لما يقولك انت انت اجمل حاجة في حياتي انت اجمل حاجة في حياتي حتى لو هو مشهور او بيشتغل كتير او مشغول عنك فلا انت رقم واحد يا برج العقل متخافش متخافش يعني انت كمان شايفه ان هو بداية حلوة وانه وان دي وانها علاقة مليانة حب عالفكرة علاقة فعلا مليانة حب مليانة حب قوي بس ممكن يكون فيه خليفات فيه فيه انت تقمصت منه يا برج العقل كانت منه موقف عمل حاجة عمل حاجة يعني وشي عاكيد جوجل عرب ما بيقلبش كده ولكن انت شاف ان فيها حب كتير قوي العلاقة دي فيها حب كتير قوي فيها مشاعر جميلة قوي فانتو اللي اتنين مشاعركم متساوية ولكن حصل سوق تفاهم مش اكتر وتطريبا هتتجعل بعض ان شاء الله بإذن الله او انت ناوي تعمل تواسق لو انت يا برج العقرب مشيت وسبت العلاقة لو انت اللي مشيت او مكرر تمشي ركز معايا بقى لو مكرر تمشي ومكرر ترفض عرض المصالحة وبتقول له لا مش عايز ارجع تاني النصيحة بتقولك انتظر يا برج العقرب خليك في العلاقة ما تنسيش لان الشخص ده بيحبك تقول قوي وشايفك نص التاني وشايف ان العلاقة مليانة حاجات يعني لو بازت هتبوز معا حيات كتير قوي لان هو بنا حياته عليك ممكن تكون كنت بتساعده بالنصيحة حتى يعني دي برضو شخص ينصح فممكن تكون انت كنت بتنصحه ممكن يكون كان في ازمة في حياته وانت عدته منها المهم ان او شاعر معاك بالمشاهد حلو قوي فالنصيحة بتقولك ما تمشيش بسمحت ما تمشيش يا برج العقرب وانتظر وهو هيتصلح لو في حاجة مش عاجبك في العلاقة هتتصلح وما تخافش وخش بقلب جامل وبطل بقى تحكم نفسك بطل تبقى عنيد وتمسك برأيك بدون اي داعي لانه اذا انشأ لبت الدنيا علمهم برضو النصيحة حالة هلوه هو بيحبك قوي على فكرة والنصيحة بتقولك لو سمحت مترفوتش العرض جالك بعرض مصلحة وعلى فكرة برضو ذكرت الخاطب واخد واخد قرار على فكرة عايز يرجع واسم انتم بتتكلموا دلوقتي اهد عليه لانه هو عمال يدفع نفسه كتير قوي الظاهر نكون شايد يقولك على فكرة والله العظيم ما عملت حاجة والله لا والله لا برج العرب اقولكو بقى يعني مشكلته ايه برج العرب بنات برج العرب بالتحديد متملكة ودي مش عايب مش عايب متملكين ده مش عايب اه لكن تخنق اللي معها لا لكن متملكين قوي ويحبوا الشخص اللي معي بقى بتاعهم همومة بس فممكن زي مرتلك انه اه اه او زي الترك يعني عموما انتو شايفين انه هو اه مهتم بحدات تانية وسايبكنتو انتو حبوش كده ده برج العرب بيحب الاهتمام قوي يعني فبنشوف المفاصلين ممكن يجري طبعا الطاقة الاولانية خلص ده طاقة تانية ولو شفتها شابع بخلاص انما لو شفت ان النهاية مختلفة شابشة في الشعر ده بجمين اه اه بيبقى مش بتاع تبقى لان التاقة ده ممكن تبقى ناس يعني معكوش عن بعض حاجة خالص 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 نفاصلين من برج العرب مشاعر ايه حاليا ويناوي الخطوة اللي ياخدها او عايز ايه من ده اه هو حاليا مش هقول مستقر ولكن هو شايف نفسه الايام دي وابدأ يبصل نفسه وابدأ ان هو يشتغل على نفسه شوية اه خرج خرج برا السجن افكاره طيب ما بيتعاملين مع حد برج الجوزاء برج العرب ممكن ناخد ورقة تانية اه بص يا برج العرب هو حاليا اه خرج برا الهواجز اللي هو كان عاملها نفسه العلاقة بازت طبعا فهو بدأ دلوقتي حالا يتحرر من الهواجز اللي كان فيها وابدأ يخرج برا الافكار السودوية اللي كان عايش فيها سواء اللي هي قلم الفراء ولاحظة الفراء نفسها سواء يعني شديته مع بعض اي حاجة وبدأ يشوف هيعمل ايه في حياته اه سواء كان هيتم بشغل او يرجع العلاقة مرة تانية لان دا شخص مستقر وفعلا هو بدأ فعلا فعلا بقى مستقر دلوقتي يعني هو حرفين بقى مستقر ومستقر في مشاعر على فكرة مشاعره مستقر دلوقتي وبدأ خرج من الطرق دا طيب هو ناوي على ايه هو ناوي هو طبعا مجروح بصوا دي يعني مرحلتين من مراحل بجع القلب عموما فهو خرج طبعا من كده وهو في السابق كان بالمنظر دا قلبه مجروح منك جامد قوي وتعبان قوي ممكن من غيرك مش منك ممكن تقولوا ما عملتولوش حاجة هو اللي مش فهو من غيرك تعبان وناوي يرجع تاني العلاقة لانه اكتشف ان انت سولمي بتاع ممكن تكون تعملوا مع احد برج الجوزاء يعني او ميزان برج هوائي هو تاني وهوائي برضو مشاعره في ايه بس تمام بدأ يكتشف ان انت السولمي بتاعه انت الشخص الجميل اللي في حياته وانت الحب الحقيقي وهيرجع توازن العلاقة دا ان شاء الله بإذن الله تاني انه يرجع لتوازن العلاقة تاني اه ناوي ان هو ميش باقولكم استقر هو مستقر دلوقتي في مشاعره هيرجع العلاقة دي تاني وهيشتغل عليها وعايز يمشي بالعلاقة دي القدام عايز يمشي بالعلاقة دي القدام هو حاليا حاليا دلوقتي مستقر جدا في مشاعره وبعد طبعا ما كده يعني مش مش مستقر طبعا حين نزع الاقوي لما نعرف ان اللي بيدي عندنا مستقر لكن قبل ما كان مستقر كان ايه كان كده افراحوا بقى ممكن يكون ازانة يعني ازها الشخص ازها برج العام فهو ما يدخبش هو كان كده وعايز يرجع ولو بتعاملوا محار برج الجرزاء زي ما قلت لكم او برج الميزان او برج ترابي فهو انه يرجع لانه اكتشف ان انت السولميك بتاعه وهيمشي بالعلاقة دي القدام ان شاء الله بازن الله مش حاجة وحشة ايه طيب العزاب بقى اللي هو ما فيش حد في حياتهم او بقالهم فترة طويلة او ما ارتبطوش لان العزاب دول بيبقوا مش منفصلين حتى لو كانوا انفصلوا لقالهم فترة طويلة او ما ارتبطوش هيا نقسم المرق الاول عشان عزاب دول حبيبي ممكن يكون او شخص ده هيزهر في شهر التمانية مش سبع يعني المساعات ممكن يكون بغاية الرأي عمدي ايجي يتمنى بيبقى القرض بحبك فيغرق في حد داخل خياتنا علاقة مشاعره ايه ويناوي عليك الحمد لله اخر حاجة دي بتعجبني في الموضوع طعب قابل بس ما ببتدي في القراءة بس الحاجة بس كنا بس برج الاعراب الشخص اللي جاي في حياتك هو شخص من برج مائي زيك وممكن يكون برج الاسد برضو او برج تراب الشخص اللي جاي في حياتك ده هو شخص ممكن يكون شخص قديم برضو او شخص من الماضي برضو ممكن ميكونش كان في علاقة اصلا ما بينه ولكن هو يحمل مشاعر خياضة اوي ليك اوي 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 يعني وممكن يكون الشخص اللي من الماضي ده مشاعره كانت متزبزبة في الماضي يعني كان بيخش في حياتك ويخرج تاني بسرعة يعني يتكلم شهر ويغيب تلاتة شهر ستة شهر فمكنتش عايف هو عايز منك ايه وبعد كده مشي تماما ومرجعش تاني فهو راجع تاني وااا ممكن يكون شخص جديد بقا شخص اااا WHAT يعني شخص حبوب جدا ويحمل مشاعر طيبة ليك ويعتبر السلميت بتاعك او شبهة لان ممكن يكون شبهة مش السلميت بتاعك شبهة بس مش اكثر ومشاعره ايه هو مشاعره مدفع جدا عليك وعايزك وعايز يقفل عليك الشابتر زي ما بيقوله جدا. عايز يقفل عليك الشابتر من حياته. عايز يقفلها عليك. وعايز استكرار معك انت. لو هو شخص جديد خالص فهو مختارك انت. مختارك انت وعايزك. ممكن تكون كانت علاقة ثلاثية وهترسل عليكم تلكين بس. شكلها كانت علاقة ثلاثية فعلا. شكلها كانت علاقة ثلاثية فعلا. زي ما قلت لكم حد قديم بقاله فترة كبيرة قوي ما تكلمش معاكم. وكانت علاقة ثلاثية وانت سبت ومشيت. او بقى حصل فراء وخلص. هو حصل الفراء وانت بعيدت عنه ولكن القدر رجعك تاني. دي عجلة الحظ القدر لك في ولفته ورجعه تاني. وهو شخص طيب على فكرة مش وحش. واخترك انت وجايلك باقصى سرعة عنده. بس خلي بالك ان المشاعر بتاعته مش مستقرة. خلي بالك يعني. اه يعني مش مستقرة بيفقد كتير قوي 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 قوي. والان من الخطوة اللي هو هياخدها. دي مشاعره. الان. اه بس هو عايز يجي. وعايز يستقر عليك. ويقفل زي ما قلت لك قبل. يقفل الشابتر عليك انت. شابتر من حياته عليك انت. ويقفل الماضي اللي حصل. لان هي زي ما قلت لك ممكن تكون كتعلاقة سلسلين. وحبك انت. وشايفك انت الشخص اللي تنفع في البيت. ده ستة كبيرة زي في القراءة التانية بتظهر يعني. يعني. اه. اه. حصل اشتياء. ده معنى انا اصح. وهو على فكرة اتخزل من الشخص التالت. والشخص التالت سابه. لو علاقه سبسيا خلاص راحت. وهيرجع لك انت. لانه مش عارف يعيش من غيرها. مش عارف اصلا. كل ما ايجي ينام يفتكر الزكريات اللي فات انت. فهو راجع تاني. وعايز ادي فرصة للعلاقة دي مرة تانية. ده طاقة تالتة خالص يا برج العقر. عشان نفس اللي بتتفرج ما تقولش ده طاقة تانية ما تكملها مع تلتة. لا. ده العزاب. اللي بقالهم فترة طويلة او ما رتبطوش. او كانوا مرتبطين. او كانت علاقة ما كانتش علاقة اصلا. يعني يعني عارفين بعض ولكن لا حد يتكلم ولا حاجة. ولكن انت اكتشفت مفيتها تحتالت. وسبت ومشيت. فهو نهى الطرف التالت. ونهى خالص الموضوع ده. وجاي لك انت يفتح معاك اللي ودي. طب نشوف مشاعرك انت ايه بجاه العرض بقى. انه ده عرض عموما. حتى لو كان عرض قديم هو عرض. مشاعرك ايه? يا ايه جات معاك اللي. جات معاك اللي. انت انت هتبقى فرحانة قوي 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 بالموضوع ده. هتنتصر. هتحس ان انت انت صارت يا برج العرض. هتحس ان انت صارت. اه انت صارت بيه هو. وتقريبا زي ما قلت لك هو سابت. او انت سبته. وزيلت اوى على علاقة اللي فاتت دي. بس ما تقلقش. هو بيفكر فيك وعايزك. ومشاعرك بتستقر. والموضوع هيمشي للي انت عايزه. هيمشي لقدام وهيمشي للي انت عايزه ان شاء الله بازن الله. يعني ان شاء الله الحمد لله انتهيت على خير. او راجل ما ايه هو الحمد لله انتهي على خير. فبرج العرب بقى يتمنى تكون القراء عجبتك. وبعيد تاني. اه طاقة الاولانية غير الطاقة التانية غير الطاقة التالتة. وانا بعملها تلاتة كده. عشان الطاقات ايه? هي ممكن تكون القصة شبهت. ولكن حدست مع حد تاني خاط. عشان الاولانية لو راجع. والتاني هنا ما بتفكرش اصلا. والتالتة حد اه ليه علاقة يعني مختلف تماما او بيفكر ينتقم مسلا ولا حاجة. فلا. ملاش قد معلات. والناس اللي بتسأل لا اه هو ترابي ولا مائي ولا ولا ولا. عندنا خارط الابرق اه شمسي طالع اه وقمر. فممكن يكون اه الشمس بتاعه هو حوت. والقمر عقرب. والطالع بتاعه او الصعيد بتاعه اسد. اتفضل اسيدي. فخلص بدي يعني كده. يعني انا مسلا كل طاقاتي مائيا. مصري. حوت وسرطان ومهضل الليلة كلها. فاتمانا تكون القرآن عجبتك يا برج العرب لزوز. وان شاء الله بازم الله تبقى علاقة موفقة. شكرا لكم ومتنسونيش بالاشتراك. شكرا لكم.